ترجمة نانسي قنقر استطاعت مملكة البحرين في عام 2023 وبكل جدارة من تحقيق جملة من الإنجازات ونالت الإشادات بتنظيمها لأكبر المعارض على أرض المملكة وأبهرت العالم بتنظيمها الاحترافي واستطاع مركز البحرين العالمي للمعارض من تحقيق الكثير من الجوائز والإشادات العالمية منذ تدشينه ورفع اسم المملكة البحرين عالميا من خلال ما حققه من إنجازات ليثبت بأنه البوابة السياحية الشاملة لمنطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع وفي الجانب السياحي والثقافي شهدت المملكة مجموعة واسعة من الفعاليات والمهرجنات الخليجية والدولية كما استطاع مسر حدان خلال عام 2023 من استقطاب أجمل العروض من حول العالم وأشهر نجوم الفن وإقامة ليلة مميزة للفن البحريني الأصيل ومع مجموعة من الأغاني الوطنية الخالدة بمشاركة نخبة من الفنانين البحرينيين تقدمهم الفنان الكبير أحمد الجميري وعلى الصعيد الرياضي استطاعت مملكة البحرين من مواصلة إنجازاتها في جميع الميادين وحصدت العديد من الألقاب أبرزها نيل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب لقب المركز الأول في بطولة العالم لسباقات القدرة كما استقطبت المملكة كبرى الأحداث الرياضية مثل جائزة البحرين الكبرى للفورم اللون واستضافت أسبوع بريف الدولي للقتال كون المملكة تعد موطن الرياضات القتالية بتحقيقها العديد من النجاحات على صعيد رياضة فنون القتال المختلطة MMA كما استطاعت بطولة بريف من رسم صورة إيجابية لمملكة البحرين في الأوساط العالمية من خلال أهدافها في الانتشار عالميا عبر إقامة هذه البطولة في 29 محطة في مدن وعواصم العالم واستطاعت المملكة أيضا من حصد العديد من البطولات والميداليات الذهبية في مختلف بطولات العالم مثل الإنجازات النوعية العالمية والنتائج المشرفة في دورة الألعاب الأسيوية 19 التي أقيمت في جمهورية الصين الشعبية حصدت من خلالها عددا من الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية لتبقى المملكة دائما متصدرة خريطة الرياضات العالمية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر